اهلا احبانا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم حديث عن مثل قالوا الرب يسوع المسيح في بشارة لوقف الإنجيل المقدس إصحاح 15 المثل المعروف للجميع المثل المألوف والمحبب على قلب الكثيرين ويعتبر واحد من أطول الأمثال اللي تكلم فيها الرب يسوع المسيح ألا وهو المثل ابن الضال مثل الابن الضال وبالحقيقة لا نعرف ما نسمي الموضوع فالموضوع فيه تلت شخصيات شخصية الآب المحب شخصية الابن الأصغر البعض يسميه الابن الشاطر أو الابن الضال وطبعا الشخصية التالتة الابن الأكبر ولو حطيت أي موضوع أو أي مسمى من هؤلاء التسميات لابد أنك تصيب الهدف من كل النواحي هذا المثل الأكثر شيوعا ومنتشرا لأنه درس درس لكل الأجيال درس لكل واحد مننا فهي تمثل القصة الإنسانية وكيف يقع الإنسان في أوحال الخطيئة ويصل إلى الحضيد الكامل وإلى السقوط الكامل وكيف نحتاج إلى نعمة الله إلى رحمة الله إلى محبة الله الممدودة لكل واحد مننا تتكلم عن الابن الأصغر اللي وصل في الجرأة والوقاحة أن يطلب النصيب يعني الورثة بتاعته من أبوه وهو على قيد الحياة ثم يذهب إلى الكورة البعيدة وهناك بذر وصرف كل أمواله وبالنتيجة وصل إلى أسفل الدركات أنه أصبح راعي للخنزير بحسب طبعا تقليد تلك المناطق تعتبر من أحط الأشغال ومن أصعب المهام يصل بي إلى الوضع ينتبه إلى نفسه ويتوب ويرجع إلى الآب لكن نشوف ردود فعل رد فعل الآب المحب ورد الفعل الأخ الأكبر أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة ستكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر